الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تكيز اللجاني وكافة اللوجستيات بحسب الضوابط بما يتيح للمواطن الإدلاء بصوته بسهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقبلة وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات قال المستشار بن داري أنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية كما تم قيد العديد من المنظومات الدولية والمحلية فضلا عن وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات خلال زيارته الواشنطن التقى وزير الخارجية سامح شكري بالنائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي للتشاور حول مجمل القضايا والأزمات الدولية والإقليمية خاصة الوضع في غزة في الوقت نفسه تلقى شكر اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وذلك للتشاور وتنصيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعيتها كما تناول الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية والمجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة قالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا جنوب قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي مع اشتداد المعارك بخان يونس ويصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أعلنت حماس خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التواغل في غزة وأوضحت حماس أنه تم تدمير 23 آلية عسكرية كليا في خان يونس وبيت لهيا مشيرة إلى أنه تم نصف منزلين تحصنت بهم قوات الاحتلال مما أصفر عن قتلى ومصابين من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات مع قطاع غزة أسفرت عن مقتل ضابط وجندي يأتي هذا في الوقت الذي استشهد فيه 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات الآخرون في قصف طيران الاحتلال منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرم وحاصرت مخيم المدينة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتقلت خمسة فلسطينيين إسرى مداهمات لعدد من المنازل في مخيم نور شمس بطول كرم أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن أي منطقة عازلة يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب أن لا تتقلص بعد الصراع الحالي وأضاف ميلر أنه يجب أن يكون ثمة فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية لتجنب فراغ أمني وأن يكون ذلك مؤقتاً أعتبر وزير الخارجي الإسرائيلي إيلي كوهين أن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش تمثل تهديداً للسلام العالمي وقال كوهين أن مطالبته الأمين العام بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكلان دعماً لحركة حماس أشهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتنصيق المشترك الذي يساعد في إزالة التوتري في الشرق الأوسط وقال ولي العهد السعودي أن التنصيق والعمل السياسي بين البلدين أسهم في تعزيز الأمن والتنصيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني أيضاً الذي سيعزز أمن الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر